جيمي وشبه يكلمون على مباراةي الأمس الأهلي وفاركو وزمالك واسراميكا كليوباترا وحنبدأ به الأهلي وفاركو حاببتبدأ به حابب أبدأ بأنه بالنسبة للنادي الأهلي ران صعبة جدا تتكلم على عدد مباراة كبير جدا في شهرين تتكلم على 25 مباراة في 60 يوم ده رقم صعب جدا جدا على أي فريق في الدنيا فمهم جدا جدا قبل ما تتكلم في أي فنيات خصوا المباراة أنه الأهلي عنده سياسة عنده هدف أول وأخير ما عندهش أي هدف تاني ألا وهو أن أنا أكسب كل مباراة بالأداء أعمل إزاي عندي مشاكل بعمل روتيشن ما بعملش روتيشن في بعض اللي هيبها كويسة بعض اللي هيبها مش كويسة بعالك بعض الصغرات أتغلب على المشاكل اللي عندي إزاي أتغلب على الراني إزاي التدوير أهم شخص خلال الفترة اللي جاية هو الراجل اللي بيعمل استشفى في النادي الأهلي المسؤول اللي يقل بدنية والاستشفى والتأهيل كل ده أهم راجل في منظومة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لأنه أنت بتيجي تتكلم تقول حسن عندك تلاتين لعيب لا ما فيه مجموعة إصابات فيه مجموعة لعيبة بعيدة فنيا فيه 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 فنتيجي تتكلم على أنه في الآخر بدور برضو في عدد معاين من اللاعبين هيكون قاسي عليهم جدا جدا عدد المباراة الراندة وبالمناسبة ده الأهلي والزمالك آه الأهلي لعب عدد مباراة إجمالا أكتر من بداية الموسم لكن الزمالك برضو لعب عدد نفس عدد مباراة فيما يخص بطولة الدوري بسكواد أقل شوية من النادي الأهلي على صعيد العدد وعلى الصعيد الفني فطبعا الموضوع صعب جدا سواء الأهلي والزمالك تحديدا وهيكون عليهم ضغط كبير جدا جدا من المتصدر المسابقة لحد دلوقتي بيرامينز اللي قطع ران تمام متشاط زيادة طبعا ده هيريحه خلال الفترة اللي جاي